السلام عليكم متابعيني يعطيكم ألف عافية اليوم رح نعمل مع بعض أطيب قطع حلو صحية باستخدام التمر بطريقة جدا سهلة وبمكونات كمان أسهل خلينا نبلش الفيديو ونبدأ بسم الله في البداية رح أحتاج لمعجون التمر استخدمت نصف كيلو من معجون التمر أكيد فيكم الضعف والكمية حسب ما بتحبه زي ما حكينا استخدمت نصف كيلو من معجون التمر هلأ رح أضيف على ملعقتين كبار من الزبدة وكمان رح أضيف السمسم وحبة البركة استخدمت ملعقتين كبار من السمسم وملعقة كبيرة من حبة البركة رح أضيفهم على معجون التمر وكمان رح أستخدم ملعقة صغيرة من الهيل المطحون وملعقة صغيرة من القرفة وأكيد فيكم اضيفه أي مكسرات انتو بتحبوها مثل جوز عين الجمال أو الجوز الأبيض أو الفستق الحلبي وآخر شي رح أضيف بسكوت الشاي استخدمت تقريبا 12 حبة من هذا الحجم رح أكسرها بهذا الشكل بعد هيك رح أعجن التمر مع المكونات اللي ضفتها حتى تتوزع على التمر وبعد ما أعجن التمر مع المكونات اللي ضفتها فيكم هلا تشكلوا التمر متل ما بتحبه بشكل كرات أو بشكل قطع أنا هون شكلتهم بشكل قطع بهذا الشكل أو بالشكل الموضح عنكم بالفيديو وبعد ما أشكل التمر متل ما هموضح عنكم بالفيديو هون رح أضيف عليه السمسم وكمان رح أضيف برش الفستق الحلبي حتى يعطيني منظر حلو لشكل القطع بعد ما أقطعها وهلا رح أبلش أقطع بقطع التمر بهذا الشكل وهون قطع التمر صارت جاهزة للتقديم وهيك بصير عندي أطيب حلو صحي باستخدام التمر والبسكوت بطريقة جدا سهلة وبمكونات جمعا سهلة وصحتين وعافية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر